بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركوى أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السدور وإذ يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاثْبُتُوا وَاثْكُرُوا وَاثْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ وَاثْكُمْ تُفْلِحُونَ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرون إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفيتان نكسوا على عقبيه وقال إني بريء منكم مني أرى ما لا ترون ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس من ظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاقدهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمير عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهدتناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقذون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشند بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانتان فانبذ إليهم على سواب إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في النرد جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ملف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي لن يكون له أسرى حتى يخطن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم نولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجرون وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قومهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصين والذين كفروا بعضهم مولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون هقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم مولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم معدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقدوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم وقعدوا لهم كل مرصده فإن تابوا وقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ثالك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم يفوههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثبنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دم وأولئك هم المعتدون فإن تابوا قاموا الصلاة واتوا الزكاة فيقوانكم في الدين ونفصلوا اللايات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم نول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفزون قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبت من تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكف أولئك حبثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من نامن بالله واليوم واليوم اللاخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال دين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإقوانكم مولياء إن استحبوا القفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون كل إن كان آباءكم وابناءكم وإقوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساك ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتهم وليتم المدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلت جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا إنها الذين آمنوا إنما المشتكون نجسوا فلا يقبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما هرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا إنها الذين آمنوا إنما إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون مولى الناس بالباطل ويسندون عن سبيل الله والذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباوهم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا العذاب فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حلم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشرحين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عما ويحنمونه حامل واطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاغ الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفر ويعدبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثانية نينيذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بسبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرين يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قباله ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك النمور حتى جاء العق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلنتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من قبله أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون كل أنفقوا طبعا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون من جأ النوم غارات النوم الدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنكم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي النقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله وحكوا يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقول ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتهم بعد إيمانكم من نعف عن طائفة منكم نعضب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالممكن وينهون عن المعرف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلا المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم كوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقبتم كالذي قاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولا أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أن النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عرن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن نغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا لإيمان في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصين ومنهم من عاهد الله لينا تادى من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما يقلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيصخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المقلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للقروج فقل لن تقرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أعدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع القالفين ولا تصن على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل سورة النامن بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن أولو الطول منهم وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبيع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموادهم وأنفسهم وأولئك لهم القيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم وجاء المعدرون من العراب ليقدن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سينصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أرجوا لذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليهم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون